أطاح الحزن بدعائمها النفسية وكالخوف أكل القهر أحشائها في كل اتجاه تجول الحجة سعدى بعينيها تخشى التركيز على الألم مع أنها لا تملك التركيز على غيره حيث تبقى على هذه الحالة مصدومة غير مستوعبة خبر أولئك الذين قتلوا من أقربائها فثم تفاصل الأبدي أصبح بينها وبينهم لم تعد مصدقة ما الذي حدث أربعة من أسرتها بينهم شقيقتها وزوجة ابنها الحامل بطفلين في الشهر السادس استشهدوا جميعا بقذيفة حوثية في منطقة الضباب تلك البلدة الصغيرة في أقصى مدينة طاعز لا تريد لها الميليشيات الإنقلابية أن تبقى هادئة بعد عقود من حياتها تمتزج أحزانها التالية وتعقد حياتها مجددا كأن هذه الخسارة الفادحة ألقت بالحجة سعدى ثابت في أزمة إيمان أو كأنما جنحت بها سفينة إلى جزيرة للجنون من هول الفاجعة تشعر بهذه الجريمة المركبة أنه قد جج بها من جديد في جحيم الحرب والظروف القاسية كم مرة نجوا من القصف وكم مرة قالوا الحمد لله هذا السكون من الجهة الغربية للمدينة لا يستمر كثيرا ومن وقت لآخر تختار الميليشيات الإنقلابية وقتا لضربه وإحداث فوضى في المنطقة عموما لقد أضاف الحزن على حياة القرية كلها إحساسا دائما بالعبور والحزن لا يمكن لكل منعطف فيه أن يكشف عن أفق جديد للحياة تماما لكن خارج دائرة هذه الجماعة ذات الطابع الجرائمي فمعاناة الأبرياء في منطقة الضباب الغربي محافظة تعز تتكثف في كل لحظة موسيقى